لا تزال زيارة الوفد العسكري الأمريكي الأسبوع الماضي لمشارف مخيم عين الحلوي في صيدة تثير كثيراً من التساؤل في ظل القرار الأمريكي وقف المساعدات عن وكالة الأعمى المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم الإنروة وما ثربته إسرائيل عن وجود مخطط أمريكي يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكنهم في الأردن وسوريا ولبنان والعراق وكانت توافط عسكرية تقل وفداً عسكرياً أمريكياً مع مسؤول في السفارة الأمريكية في بيروت تؤازرها توافط عسكرية أخرى قد هبطت الأسبوع الماضي على أرض مدينة رفيق الحرير الرياضية في صيدة ثم توجه الوفد في مواكبة أمنية مشددة إلى ثقنة سغيب العسكرية وعقد اجتماعاً مع ضباط كبار في الجيش في الجنوب ثم انتقل الوفد مرافقة ضباط لبنانيين إلى منطقة مطلة على مخيم عين الحلوي ويذكر أنها المرة الثالثة في غضون عام واحد التي يزور فيها وفداً عسكرياً أمريكي مدينة صيدة ومحيط مخيم عين الحلوي بعد زيارة أجرها أواخر أيلول 2017 نائب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي شارل براون على رأس وفداً بمرافقة مسؤولين في سفارة الولايات المتحدة في بيروت ثم كانت زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتال في نيسان الماضي مع وفد مشترك من القيادة الوسطى والسفارة الأمريكية وقال مزر فلسطيني في مخيم عين الحلوي إننا ننظر بكثير من الريبة إلى هذه الزيارات وسأل ماذا تخبئ الإدارة الأمريكية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عموماً ومخيم عين الحلوي خصوصاً وبعد قرارها إلغاء دعمها المالي للأنروة ونيتها سحب الاعتراف بعدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة الدولية تهدف الإدارة الأمريكية إلى إلغاء الإطار القانوني للمخيمات الفلسطينية والوجود المسلح للفلسطينيين بموجب اتفاقية القاهرة الموقع عام 1969 التي تنظم العلاقة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني والتي تعطي منظمة تحرير الفلسطينية حق حمالة المخيمات وأمنها وبذرائع مختلفة منها مكافحة الإرهاب قد تعمل الإدارة الأمريكية في إطار الضغط على الفلسطينيين إلى السير فيما يسمى صفقة القرن إلى زج الجيش اللبناني في مواجهة جديدة مع المخيمات لناس الإطار الشرعي الذي ينظم موجودهم بعد إضعافهم معيشياً واجتماعياً بوقف المساعدات الدولية عنهم علماً أن التنصيق الأمريكي مع إسرائيل في هذا الشأن وصيق جداً من خلال غرفة عمليات مشتركة في هيرتسيليا اشتركوا في القناة